النهاردة حبيبي عملت برسيل جل للملابس لإزالة أصعب البقع بطريقة سهلة جدا وبسيطة خمسة رتل برسيل جل بجودة عالية بمكونات بسيطة جدا تابعوني لنهاية الفيديو عشان تعرفوا معي الطريقة خطوة بخطوة وزي ما احنا شايفين هنجرب مع بعض الرغوة بتاحته وارتلكو شكله جميل جدا شفاف بدون كحول وبدون صودة كوية برسيل جل بدون صودة كوية وبدون كحول شفاف جميل جدا نفس البرسيل بتاع الشركات بسيطة وزي ما احنا شايفين الرغوة بتاحته جميلة جدا ولو عايزة تستخدمين للغسالات الأوتوماتيك بتحطي له منع رغوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم اخوتي وحبيبي في اللقاء معكم حنال الوراقي النهاردة عربل مع بعض خمسة رتل برسيل جل بتاع الشركات بطريقة سعلة بسيطة اكو برسيل جل لإزالة أصعب البقع يجيبلك بقى من الآخر يعني يشلك مهما تكون عندك بقع في الملابس حيشلهلك بسهولة هنشوف مع بعض بقى ايه البقاولات على استخدام ايه معايا اتنين رتل انا جابة اتنين رتل من الصابون السايق لبتاع الموعين العادي وبدأت بعد كده اللي انا فضيت عليه احوري لكم ده كده القعوب بتاعه فضيت عليه ثلاث اكياس برسيل جل بريحة اللفندر وبقى معايا بنفس الشكل اي اي سابون سايل اللي ممكن تجيبيه اغدر اصفر اي لون مش عيفرق معانا النهاردة وبعد كده بدأت بقى ايه اللي انا حطيت عليه ثلاث اكياس من البرسيل الجل بريحة اللفندر طريقة ديت انا كده انا كده حاولت اللي كنت عابلة باعكم على فكرة الوصفة دي قبل كده اللي انا احاول الصابون السايق لبتاع الشركات بالطريقة ايه ديت وموجودة عندكم في القناة اه نهاردة بقى انا عملت الطريقة ديت ليه عشان انا عايزة اعمل بيه وصفة تالية يعني انا جهزت الوصفة ديت وبعد كده هعمل بيه برسيل تاني احاول الوصفة دي البرسيل تاني اه اللي احنا شوفناه في اول الفيديو اه بجودة عالية ده كده تلاث اكياسة هو برسيل جل اللي انا فضيتهم على اثنين رتل بن الصابون السايق وبقى معايا برسيل جل ممكن تستخدبيه على كده على فكرة يعني انت قدامك وصفتين في الفيديو اللي عمل برسيل الجل ممكن لحد الخطوة دي تستخدبيه عادي تاخد بيدنه كوباية او دص كوباية وتحطها في قلب الغسالة مع الملابس هينضفها لك و هينخلها لك جميلة جدا اه طيب لو انت احبب بقى ايه كمان تزودي الجودة متحته عندك الملابس فيها بقع كتير او ملابس الاولاد عندك صعبة جدا فحنزودي الجودة متحته ايه كمان اه يبقى ايه حتبقوني كده لنهاية الفيديو عش تشوفوا بعيه انا هستخدم ايه تاني اه نجي بقى للخطوة اللي بعد كده اللي انا هعمل بيها البرسيل الايه الجل اه انا هستخدم نص كيلو اه بالمسحوق مسحول غسيل البودرة اه اللي انا كنت عابلها معاكم قبل كده بطريقة الشركات هوريركو شكل ايه دلوقتي انا طبعا بوريركو شكل الصابون السابون البرسيل الجل الاول لا اللي انا ايه اللي انا عملته اه اللي هنستخدم نص كيلو من المسحول غسيل البودرة اللي انا كنت عابلها معاكم بطريقة الشركات وحسب لكم الرابط بتاع الفيديو في اول تعليم مسبت او في صدوق الوصف اه تقدروا اللي ات تدخلوا وتشوفوا الطريقة لان هي بصراحة الطريقة جميلة جدا على فكرة ممكن تستخدمي اي مسحول غسيل عندك ممكن تجيب اللي هو المسحول غسيل البودرة اللي هو بتاع الشركات اللي في الاكياس ممكن تجيب اللي هو بيتباع بالكيلو عند بتاع البلوظفات الفارط اي حاجة اشتغل بيها الضهرت يبقى انا كده ومعايا اتنين رتل مية برده ومعايا رتل مية تاني حطاه في حل عبوتاجاز مسخنة وحنتبع بقى ايه الطريقة ايه مع بعض يبقى دي كده اول خطوة العمال البرسيل ده برسيل ده كده الواحده طريقة الواحده بوكت تعملوه عايبقى حلو جدا ننبتوا تحولوا الصابول السيل بتاع البوعين لبرسيل جل يبقى دي كده اول وصفة اللي انا قلت لكم عليها نجي بقى ندخل بقى ايه على الوصفة التانية انا كده سخنت المية رتل من المية وحب ده اللي انا احط عليه كيلو من المسحول غسيل اللي برسيل البدرة زي بحلة شايفيه ده وحقلب البسحو ده هوت في الباية السخنة لحد ما يدوب ايه خالص وبعد ما يدوب هنكمل مع بعض ونشوف حراب البرسيل ازاي يعني انتي قدامك النهاردة انا بقدملك اتنين طريقة لعمال البرسيل اللي جل اول طريقة كنت عابلها معاكم على قناتي هنا او قناتي التانية انا يعني مش فاكرة لان انا بنزل وصفات هنا وقناتي التانية اللي هي ملكة المنظفات والتوفير حنان الوراي بقدم فيها برضو وصفات منظفات فحتلاقوا في الوصفات الجميلة في قناتي هنا وقناتي التانية دي وقت بقى ايه انا بقلب في البسحو كده في المياه السخنة زي ما احنا شايفيه نعم لحد ما يدوب معايا ايه خالص وبعد كده ابدأ اللي انا اجيب بها ايه كروانة عشان اكبر اكبر شوية عشان ابدأ اللي انا اعمل بها ايه خطوة البرسيل تعالوا بنا مع بعض كده انا جبت طبق على فكرة عشان كوباية ما كانتش نفعة يعني فحبيت اللي ادى اوريكم شكل البرسيل بصراحة جميل جدا برسيل جل بطريقة الشركات تخفر اه جربوا الوصفة ديت وجربوا برضو معايا الوصفة اللي احنا هنعملها ايه دلوقتي لادة الاتنين احلى من بعض هنجيب بقى ايه اه كروانة كده اكبر عشان نبدأ بقى ايه نجاهز البرسيل انا كده قلبت فيه لمدة يعني اه خمس دقايق كده ودلوقتي حبدأ لا لا افضي بقى في كروانة اكبر ويقلبوا ايه كويس زي ما احنا شايفين اه النتيجة على فكرة النتيجة بتاعت البسفودات جميلة جدا عجبيتني بصراحة تديني نظافة رهيبة اه دلوقتي بقى ايه حبدأ بقى اللي انا اضيف عليه بقى مية هنحط عليه بقى اللي ايه البرسيل الجل اللي انا ايه قلتلكم عليه اتنين رتل من البرسيل الجل بجودة عالية برضو الاولان اتنين ودلوقتي بقى انا بضيف المية اه حضيف مية واحدة واحدة مع اضافة برضو ايه البرسيل لا اه بضيف البرسيل كده زي ما احنا شايفين اه وحدة للا ازود بقى ايه الاتنين الاتنين الريتل من المية حضيفهم كلهم على فكرة زي ما احنا شايفين اه القوام بتاع البرسيل الجل جميل جدا وفيه لزوجة تحفة يعني اه لو انتوا قبلتوا الطريقة الاولادية على فكرة الصغور السيل بيتباع بالكيلو بيبقى رخيص مش غالي واثنين كيلو مع ثلاث اكياس من البرسيل الجل اللي بريحة الليفاندر وحيتحوليهم اه لبرسيل الجل ودلوقتي انا بضيف المية واحدة واحدة وعلى فكرة الطريقة دي كبان جميلة جدا وتحفة بيطلع معاك البرسيل شفاف بدون كحول بدون سودا كوية اه ما استخدمناش فيه ولا سودا كوية ولا حاجة لقد فيه دس مش بيبقى بتوفر عداها السودا كوية فانا بحاول برضو لا لا ادب لغو بوصفات يستفادوا برضو ايه بدها انا دي وقت حطيت اتنين ريتل من المية وحنوريكم القوام بتاعه جميل جدا القوام بتاعه على فكرة نفس قوام البرسيل الجل الاولاني اللي انا ورته لكم في اول الفيديو هو نفس القوام بس اللون يختلف اه بس داني نتيجة اه يعني نتيجة البرسيل ده كبان اه تاني تاني طريقة جميلة جدا بصراحة اه بتاخدب الوصفة ديت اه على حسب البلابس عدك اه متاسخة جابد ولا لا فابتاخدب ندس كوباية لكوباية وبتحطها في قلب الغسالة شايفين النتيجة بقى بتاعته شايفين الشفافية بفوش كحول خالص اه برسيل جل اه جميل جدا على فكرة اه ولا ضيفنا فيه ولا استخدامنا بقى تكسبوه ولا استخدمت فيه ولا طايلوز ولا اي حاجة من الحاجات ديت اه فيه ناس مش بتعرف تجيب الخامات ديت فانا بحاول ان انا اوفر عليكم وقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة اللي انتو تعبلوها اه في البيت عدوكم بكل سهولة وكمان اللي هي توفر عليكم وطبعا احنا عملنا كبية البرسيل ديت خمسة ريتلب للبرسيل برسيل جل بصراحة جميل جدا بجودة عالية زي ما احنا شايفين النتيجة بتاعته واللزوجة اه نفس النتيجة البرسيل اللي بيتباع برا في الجراكة نعم وبيبقى الجركة كبير بيبقى غالي احنا عملنا حاجة اه يعني وفرنا توفير كبير بصراحة اه بس عملنا برسيل جل بجودة عالية والنتيجة بتاعته تحفة وجميلة جدا نعم اه طبعا اه اللي احنا شوفنا القعوم بتاعه واللزوجة اه جميل جدا بصراحة وبيثبت معاك على فكرة يعني مش بي مش اللي هو بس يفضل لتاني يوم او تالت يوم وتلاقي اللي هو حل بدك او فصل او او حاجة زي كده لا بيفضل بنفس القعوم لدي الوصفة انا مجرباها اكتر من مرة وانا جبت علبة وفيها شوية مية عشان نورركم الرغوة ايه بتاعته اخدت شوية كده من البرسيل وحوري لكم ايه الرغوة رغوته جميلة جدا طيب اه انتي لو عايزة انتي تستخدمي اه انا انا غسلة بتحتي اللي هي في الاوتوماتيك فممكن استخدمه عادي مش مفوش اي ادارة طيب بالنسبة لغسلة الاوتوماتيك فلو انتي قلق انا اه بدل الرغوة يعني فممكن تحطي اه معلقتين من ملح اللمون يقدولك على الرغوة شوية او معلقتين ملح لامون بتضفيهم او لو عرفت تجيبي منع رغوة اللي هو بتاع البلوظفات فبتجيبي وبتحطي ايه بتحطي ايه بتحطي ايه البرسيل اول اول طريقة اللي انا قلت لكم عليها كنت بدزلها قبل كده في القناة ودي تاني طريقة جميلة جدا برضو اللي اتتابلي برسيل جل بجودة عالية واللي احنا نحول كمان المسحول المسحول غسيل البودرة نحوله لبرسيل جل زي واحدة شايفين بجودة عالية بصراحة اه الوقتي اتابنى وصلنا كده لنهاية الفيديو اتابنى للفيديو كنا اجابكم النهاردة وتكونوا استفادتم بالاتنين طريقة لعمل برسيل الجل وزي ما احنا شايفين طالع معايا الاتنين جركن دو وعلى فكرة فاضل معايا كمان نص نص ريتل من البرسيل كمان في الشافشة فلما الرغبة تهدى من الجركن شوية حبدال انا اضيفها ما تنسوش حبايبي تدعموني كده بنلايك والشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل السلام عليكم